الرئيس السيسي يوجه بالسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك خمسة في المملكة العربية السعودية الرئيس العراقي يدين تذجيري الكرادة ويحذر من استهداف السلم الاهلي والاستحقاق الدستوري العشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة لمتابعة مشروعات وسائل النقل الجماعية الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعد الاجتماع شهد متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية والتي تعمل بالطاقة النظيفة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية في القاهرة الكبرى وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة في القطار الكهربائي السريع وقطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والأوتوبيس الترددي السريع BRT والذي سيعمل بالطريق الدائري ذلك بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمتر الأنفق وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضرية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا كما وجه السيادته أيضا بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة هذه المنظومة بحيث يتم تأهيلها علميا لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة في إطارها أوضح المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير عرض الموقف التنفيذي الحالي لتلك المكونات الحديثة خاصة القطار الكهربائي السريع بخطوطه السلاسة الرئيسية وأولها العين السخنة العالمين الجديدة مرصى مطروح مرورا بالقاهرة الكبرى وبطول ستمائة وستين كيلو متر وكذا خط حضائق أكتوبر الأقصر أسوان بطول تسعمائة وخمسة وعشرين كيلو متر إلى جانب خط قنة الغردقة سافاجة بطول مائتين واربعين كيلو متر مع توضيح تطور الأعمال المدنية والصناعية والمحطات الجاري تنفيذها بكل هذه الخطوط فضلا عن المسارات السطحية والعلوية وأعمال الكبار المتقاطعة بها كما عرض السيد وزير النقل الموقف الخاص بإنشاء محطات الأوتوبيس الترددي السريع بي أر تي على الطريق الدائري والذي يتكامل مع خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حيث يعد بديلا للنقل العشوائي وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة وستعتبر شبكة بي أر تي على الطريق الدائري الأطول في العالم بطول مائة وستة كيلو متر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع بعض التقاطعات والمحور على الطريق الدائري خاصة تقاطع المرج مع الخط الأول لمتر الأنفاق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي بدأ تشغيله التجريبي مؤخراً بما فيها المحطات والكبار والأنفاق وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بالقطار حيث يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلو متر بعدد 19 محطة ويبدأ من محطة عدل منصور ثم يمتد موازياً لطريق القاهرة الإسماعليا الصحراوي إلى مدينة بدر ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كما أنه سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمتر الأنفاق في محطة عدل منصور ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى تنفذ الدولة العديد من المشروعات في مجالة النقل وخاصة تلك التي تعمل بالطاقة النظيفة المزيد حول هذه المشروعات تستعرضه لنا الزميلة دانا متحد أهلاً بكم توصل دولة تنفيذ مشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضرية تساهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتسهم في تحسين الظروف المعاشية والاقتصادية والبيئية وتتواكب مع عملية تنمية الضخمة التي تشهدها مصر حالياً البداية مع القطار الكهربائي السريع بخطوطها ثلاثة رئيسية وأولها العين السخنة العالمين الجديدة مرسم الطروح وروراً بالقاهرة الكبرى وبطول 660 كم وكذلك خط حضائق أكتوبر الأقصر أسوان بطول 925 كم إلى جانب خط قنى الغدقة سفاجة بطول 240 كم كما تنفذ الدولة القطار الكهربائي الخفيف الارتي والذي بدأ تشغيلها تجريبي مؤخراً حيث يبلغ طول مصاره نحو 103 كم بعدد 19 محطة ويبدأ من محطة عدل منصور ثم يمتد موازياً لطريق القاهرة الإسماعلي الصحراوي إلى مدينة بدر ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة يصل بذلك إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوروبية هذا وتواصل الدولة تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية السادس من أكتوبر لتحدث بذلك نقلة حضرية كبيرة في قطاع نقل الركاب فضلاً عن تنفيذ التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق كما تنفذ الدولة أيضاً مشروع الأوتوبيس التردي السريع بي آرتي على الطريق الدائري حيث يعد بديلاً للنقل العشوائي وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة وستعتبر شبكة بي آرتي على الطريق الدائري الأطول في العالم بطول مئة وستة كيلو مترات مشاهدين الكرامة كان هذا عرضاً موجزاً حول مشروعات منظومة النقل الجامعي الجديدة والتي ستساعد على الحد من التلوث ومن ترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكانية في القاهرة الكبرى وكذلك على مستوى محافظات الجمهورية أشكر لكم ثيباً المتابعة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على القطاع الخاص وستظل تعتمد عليها وفي حوار مع قناة بي بي سي عربية أوضح رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجرى العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التي تعمل في قطاعات اقتصادية مدنية بحيث تكون جاهزة للطرح في البرصة المصرية والشراكة مع القطاع الخاص هذا وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاثة القادمة ضبط الدين الداخلي والخارجي إلى جانب العمل على تحقيق المساري الخاص بالنمو الاقتصادي بنسب لا تقل عن 5.5 إلى 7% وتناول لقاء ملف سد النهضة حيث أشار مدبولي إلى أن مصر تسعى للوصول مع إثيوبيا والسودان إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاثة في الاستفادة من أعمال التنمية تواصل القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك تابوك 5 الذي يستمر على مدار عدة أيام في المملكة العربية السعودية بمشاركة وحدات من القوات الخاصة بكل الجانبين وصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك 5 والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية ويشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكل جانبين بالإضافة إلى عناصر من المشاة والمدرعات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهدية للتدريب والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرة النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين وتواصل عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة التدريب على أعمال الاستطلاع واحتلال المناطق الدفاعية وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية المايلز لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة وظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم ومهارات ميدانية وقتالية عالية كما قمت القوات الخاصة لكل بلدين بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخلى لها تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية كذلك التدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية والتي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة لكل البلدين فيما نفذت قوات المظلات تدريبات على الأعداد والتجهيز والتحميل للأفراد وتنفيذ عدد من القفزة المشتركة أظهرت مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية ولمجابهة حروب الجيل الثامس تم عقد العديد من المحاضرات النظرية ومنها محاضرة عن الأمن الصيبراني والتي تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية وأفضل الأسليب للتصدي لها يهدف التدريب تابوك 5 إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التحطيط والإدارة والتنفيذ فضلا عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسعودية أكد وزير الخارجية سامح شكري وناظره الجزائري رمطان لعمامرة أهمية مواصلة التعاون والتنصيق التنائي المستمر في مختلف المجالات مع العمل على تعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لعقد الدورة المقبلة لللجنة العلية المشتركة بين البلدين وخلال مباحثاتهما بالقاهرة أشر شكري لضرورة العمل على دعم حل ليبي ليبي للخروج من الأزمة الحالية كما تم التأكيد على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شؤون ليبيا وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية هذا وشدد شكري وناظره الجزائري على ضرورة تكثيف التنصيق في إطار العمل الإفريقي والعربي المشترك بحث أمين عام الجماعة العربية أحمد أبو الغيت مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمتان لعمامرة الأوضاع في المنطقة العربية إجمالا مع التركيز على الأوضاع في مناطق الأزمات والتحديات فيها وحسب ما أوضحت الجامعة في بيان لها فقد بحث أمين عام الجماعة العربية مع الوزير لعمامرة عملية الإعداد للقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر العام الحالي بما يؤمن لها فرص نجاح حقيقية هذا وبحث أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية هذا وشدد الجانبان على أهمية إجراء الانتخابات الليبية مع التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا هذا وأشار الأمين العام للجامعة إلى ضرورة تشجيع المؤسسات الليبية المعنية على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة توعدت القوات الأمنية العراقية منفذ تفجيرين وقع بالأمس في منطقة الكرادة ببغداد بالقصاص العادلة هذا وذكرت خلية الإعلام الأمنية في بيان أن الأجهزة الأمنية الاستخباراتية المختصة بدأت في التحقيق بالحادثين الذين وقعوا بواسطة عبوتين صوتيتين في منطقة الكرادة ببغداد مشيرة إلى أنها قريبة جدا من المنفذين لهذين الاعتدائين الذين يهدفان إلى زعزعة الأمن والاستقرار وخلط الأوراق من جهته وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طلت العاصمة بغداد بالأعمال الإرهابية الإجرامية المدنة كما قال الرئيس العراقي في تغريدة له إن هذه التفجيرات تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل مؤكدا أن الدولة العراقية ستنجح في مواجهة الإرهاب واكتثاثه من جذوره أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاللها لفيروس كورونا ومتحورته لفتة إلى وفاة 25 حالة جديدة هذا وأفادت الوزارة بخروج 998 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع أجمال المتعافين من الفيروس إلى 333 ألفا من 529 حتى اليوم هذا وأشرت الوزارة إلى أن إجمال العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 4176 حالة من ضمنهم 22148 حالة وفاة تشدد الدولة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ضل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مع توفير الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميلة دانا متحد أهلا بكم توصل الدولة جهود تصدي لأزمة كورونا مع توفير الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات وذلك فضلا عن التوسع في إنتاجها محليا مع تجديد على المواطنين بضرورة الحرص على تلقي اللقاح والتمثك بالإجراءات الاحترازية لما يحافظ على صحة الفرد وعلى سلامة المجتمع هذا وتشدد الدولة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات المعتمدة وتطبيق الغرمات المقررة على غير الملتزمين مع تجديد على منع دخول غير المتطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم هذا وبلغ إجمالي كمية اللقاحات التي تم توريدها نحو 132 مليون قرعة سواء لقاحات تامت الصنع أو في صورة مواد خم بهدف التصنيع المحلي فيما بلغ عدو القرعات المستهلكة نحو 60 مليون وخمسمائة ألف قرعة بين قرعة أولى وثانية بينما تم تقديم نحو نصف مليون قرعة تنشطية حتى الآن للفئات ذات الأولوية كما بلغ إجمالي القرعات المقدمة للفئة العمرية من 12 عاما وحتى 15 عاما نحو 206 ألاف قرعة أولى وثانية بينما بلغ إجمالي القرعات المقدمة للفئة العمرية من 15 عاما وحتى 18 عاما نحو مليون وأربعمائة ألف قرعة أولى وثانية هذا وتفذل الدولة جهودا كبيرة للتوسع في مراكز تلقي القاح المضاد لفايروس كورونا وتوجدها في أماكن تردد المواطنين من أجل التسير عليهم أيث يبلغ عددها الحالي ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين مركز كما تعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط تحقق الاكتفاء الذاتي من أدوية بروتوكولات على كورونا والتي يتم تحديثها لتتمشى مع متحورات ومضاعفات كورونا معصار فيها مجانا للمرضى وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توفرها بشكل يومي لإمداد كافة المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفاذها مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا حول جهود الدولة لمواجهة أزمة كورونا أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمال الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد تجاوز الثلاثة 327 مليون حالة وأفدت الجامعة بأن إجمال الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألفا وأضافت الجامعة في بيانها أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم بينما احتلت الهند المرتبة الثانية تليها البرازيل كشفت صحيفة التليغراف أن بريطانيا تخطط لإلغاء القوانين التي تلزم المصابين بفيروس كورونا بالعزل الذاتي هذا وأضافت الصحيفة أن الرئيس الوزراء بوريس جونسون يريد إلغاء قوانين التوارئ المتعلقة بفيروس كورونا بشكل دائم والتي تحكم كيف يعيش البريطانيون منذ عامين تقريبا قرى البرلمان الفرنسي نهائيا في تصويت أخير للنواب مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجد التفشي وباء كورونا ويلغي مشروع القانون خير إظهار نتيجة سلبية لفحص كورونا لدى دخول الأماكن العامة ويلزم الأشخاص بإثبات الحصول على تطعيم كامل لدى كورونا لدخول العديد من الأماكن من بينها الحانات والمطاعم وتم إقرار القانون الفرنسي بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 نائبا وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام الحريات الأساسية ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام انتهت الحكومة النمسوية من إعداد مشروع القانون الخاص بفرض لقاحات كورونا إجباريا في البلاد وقالت المستشارية النمسوية في بيان لها إن التطعيم الإجباري سيدخل حيث التنفيذ كما هو مخطط له في أول فبراير المقبل ويتضمن فرض لقاح إجباريا اعتبارا من عمر 18 عاما على أن يتم فرض غرامات باهظة على رافض التلقيح قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن الحكومة تدرس إعلان حالة شبه توارئ في العاصمة توكيو وثلاثة محافظات أخرى وسط زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا جاء ذلك بعد إعلان العاصمة اليابانية تسجيلها أكثر من أربعة ألاف إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في الوقت الذي بلغ فيه معدل إشغال أسرة المستشفيات نحو 20% وهو ما دفع حكومة العاصمة لمطالبة الحكومة المركزية بوضعها تحت حالة شبه التوارئ وكان الرئيس الوزراء فوميو كيشيدا قال في وقت سابق إن حكومته ستحتاج لتنفيذ قيود على حركة الناس إذا لم تستطع إجراءات مكافحة الفيروسات الحالية الحد من انتشار العدوى أعلنت الإكوادور حالة التأهب الحمراء في معظم أنحاء البلاد بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا بنحو عشرة أضعف هذا وتم تطبيق حالة التأهب الحمراء على 193 من أصل 221 مقاطعة وقال نائب وزير الصحة بالإكوادور إن الإصابات اليومية ارتفعت إلى أكثر من 42 ألفا أو ألف حالة في الأسبوع الثاني من يناير الجاري مؤكدا أن هذا العدد من الإصابات هو الأعلى الذي تم تسجيله منذ بداية الجائحة وموضحا أن ارتفاع أعداد الإصابة به وبمتحاور أوميكرون يعود للاحتفالات الأخيرة بعيد الميلاد ورأس السنة أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 258 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة يرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 37 مليون إصابة فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 486 ألف حالة بعد تسجيل 385 حالة وفاة جديدة هذا وأعلنت الهند تسجيل 200 أو 2721 إصابة جديدة بمتحاور أوميكرون أطلقت كوريا الشمالية قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان في ساعة مبكرة اليوم الاثنين وبحسب ما أفادت به وكالة يونهاب نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية فإن المقذوف غير معلوم وأطلق تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقية بينما قالت قوة خفر السواحل في اليابان إنما أطلقته كوريا الشمالية ربما يكون ساروخاً باليستياً وقامت كوريا الشمالية بثلاثة إطلاقات سابقة خلال هذا الشهر معلنة أنها أجرت تجارب ناجحة على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت يستعد ملايين الأمريكيين لتساقط ثلوج غزيرة في شرق الولايات المتحدة وانقطاع الطيار الكهربائي عن نحو 200 ألف منزل فيما حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من أن أشد ما في هذه العاصفة الشتوية الكبيرة سيحدث مساء اليوم هذا وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية من أن عاصفة كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة مشيرة إلى أن ما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الثلوج قد يغطي منطقة تمتد من تينيسي إلى جورجيا في الجنوب الشرقي وصولاً إلى فيرمونت وولاية نيويورك في الشمال الشرقي ذكرت محطة مراقبة أنها رصدت ثوراناً كبيراً آخر في بركان أرخ بيلتونغا وذلك بعد يومين من ثوران هائل تسبب في موقات تسونامي حول المحيط الهدئ وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهدئ أيضاً إنه اكتشف أمواجاً كبيرة في المنطقة مشيراً إلى أن هذا قد يكون نتيجة انفجار آخر لبركان تونغا أكدت الأمم المتحدة أن جهودها لجمع التبرعات من أجل الناجين من أعصار ري في الفلبين لم تجمع حتى الآن إلا 39% من الهدف البالغ أكثر من 107 ملايين دولار أمريكي بعد نحو شهر من البدء هذا ونشد منصق الأمم المتحدة في الفلبين في بيان تقديم المزيد من الدعم للإسراع في تحسين المناطق المتضررة في الفلبين وأعادة بنائها هذا وأوضح أن التحديات قد أعاقت مؤخراً جهود الإغاثة المبدولة من أجل المجتمعات التي ضربها الإعصار في الفلبين وإن بين تلك التحديات ارتفاع حالة الإصابة بكورونا بين الموظفين والتي فرضت قيوداً على الحركة ما تسبب فيما وصفه بقيود على سلسلة الدعم نهاية جولة العاشرة صباحاً الإخبارية وهذا تذكير بالعنوين الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك خمسة في المملكة العربية السعودية والرئيس العراقي يدين تفجيري الكرادة ويحذر من استهداف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت اكسترانيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام يوتيوب شكراً على طيب المتابعة كنت معكم ثمر الزهيري إلى اللقاء اشتركوا في القناة